دعوات لم تلقى رداً ولم يتردد حتى صداها في أرواقة متخذ القرار في الأزمة الأوكرانية فلم يرد أي من الجانبين على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتاريش بشأن لقاء قادة روسيا وأوكرانيا في موسكو وكييف للضغط من أجل السلام وقد قدم جوتاريش الطلب برسالة قبل يومين إلى الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي طلب فيها مناقشة أي خطوات عجلة يمكن اتخاذها لوقف القتال تم تسليم رسالتين منفصلتين إلى البعتتين الدائمتين للاتحاد الروسي وأوكرانيا وفي هاتين الرسالتين طالب الأمين العام من الرئيس فلاديمير بوتين استقباله في موسكو والرئيس فلاديمير زيلانيسكي أن يستقبله في كييف ودعا جوتاريش إلى توقف إنساني لمدة أربعة أيام في الأعمال العدائية من الخميس إلى الأحد خلال عطلة عيد الفصح الأرثوذكسية للسماح بإجلاء المدنيين وتقديم المساعدة فيما قفز عدد المهاجرين بحسب وكالة اللاجئين الأكثر من خمسة ملايين لاجئ وهو ما اعتبرته المفوضية علامة فارقة في أكبر أزمة اللاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جانبها أعلنت أن خمسة ملايين شخص قد فروا الآن من أوكرانيا وأكثر من سبعة ملايين نزحوا داخل البلاد ويقدر أن 12 مليون و65 ألف شخص تأثروا بشكل مباشر بالحرب وتقطعت بهم السبل في مناطق حرب أو غير قادرين على المغادرة وتقدم دول المستقبلة أشكال مختلفة من الدعم لكنها تدعو أيضا إلى المساعدة الدولية لأنها تواجه تحديا غير مسبوقة خاصة الآن مع تكثيف روسيا للهجمات في منطقة دنباس الشرقية بأوكرانيا